السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير النهاردة هنعمل الحلبة المعقودة او المفتأة او العسل بالمكسرات زي ما اي حد بيحبي ساميب هنعملها بطريقة حلوة جدا وكمان مش هتخلي بقى ليك ريحة حلبة كده او يلا تابعوا معي الفيديو هتشوفوني عملتها ان شاء الله هتعجبكم جدا يلا نسمي الله ونصلي على الرسول اول حاجة معي معلقتين بس من الدقيق ثلاث معالق من الحلبة المطخونة الحلبة دي انا جبتها وطعنتها في بيتي ومعي ربع كيلو من السمسم ومعي نص كيلو من السوداني ومعي اتنين كيلو من العسل وكمان كوباية من الزيت مقدير سهلة بسيطة السوداني حم الكيمية اللي انت حباها انا بحب السوداني يبقى كتير ومعيك لغاية ممكن تحطي كيلو على اتنين كيلو عسل هنجيبه حلة على النار ونقول بسم الله هتنزلي اول حاجة بكوباية الزيت بتاعتك اهو ويا ريت يكون زيت كويس وحنبتدي نحمر السوداني في الزيت ده لو انت جايب السمسم بابيض حطيه في الاول انا عشان السمسم بتاعي محمص هحطه بعد شوية هنزل اول حاجة بالسوداني السوداني ده انا جبته من محمصة وفصصته انا ففي بعض قشر كده مش مشكلة كنت عايزة اقول لكم بالنسبة للسمسم تخسريه ازاي بتحطيه في مية وتملي المية في البول اللي انت حطه فيها وتحاولي تعجي من على الوش وتسيبي اخر حبة خالص عشان بيقف فيهم تراب كده ومش بيبقى نظيف دلوقتي اهو السوداني يتحمص هنزل عليه على طول بالسمسم بتاعي وحديله تشوحتين كده دايما نسمي الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاة والسلام ونعمل اي حاجة عشان ربنا يبركلينا كده بحاجتنا اهو مش هطول قوي علشان خاطر الحاجات متحمصة زي ما انتو شايفين كده وبعد كده هنزل بمعلقتين دقيق مش هنزل بمعلقتين دقيق في الاول علشان خاطر الدقيق ما يمررش معايا اهو وفي نفس الوقت انا عايزة دقيق تحمص فايه احطه في الوقت ده بالضبط مع علقتين الدقيق في ناس ممكن تحطوا قبات دقيق الحلبة هتتقل معاكو قوي انا مش عايزها تتقل بس تقل حلو اما لو قطرت دقيق بتتقل تقل كده مش حلو اهو زي ما انتو شايفين كده هنكمل خطواتنا مع بعض وفي ناس كمان بتحطوا قبات حلبة اوكي عايزة تحطي لو بتحبي الحلبة او يحطي انا اصراحة مش هحط كبات حلبة ابدا اوكي عايزة تتقل دلوقتي بقى نزلت بالعسل تنزلي بالعسل وقت ما تيجي تنزلي بالعسل توطي النار خالص عشان العسل بيفور ويريد تعمليه في حالة واسعة انا دلوقتي وطيت عشان خاطر امنع ان العسل يفور مني طبعا العسل سائع هيضطر يقعد شوية عبل ما ايه يرجع تاني يفور دايما كده تختري اسم المسماء الله الحسنة وتذكري اه تصلي على النبي عليه افضل السلام بصوا بقى او دلوقتي انا ببقلبها عشان كل المكونات تمتزج على بعض وخلي بالك فيها دقيق وبعد شيل ايدك منها علشان خطر ما تكلكعش معيك اهو بحيول اتجيب من كل الجوانب شكلها يفتح النفس الحلبة هي بقى الحلبة بترشي رشة وتقلبي لغاية ما تختفي وبعدين تنزلي بالكمية اللي بعديها علشان ما تكلكعش منك بردو خلي بالك عشان دي خطوات مهمة هي سهلة جدا بس انت تركيزي حتتلع معيك احلى حلبة معقودة ان شاء الله اهو رشة رشة كمان وبقلب زي ما كده بنعمل الكيكة ونبدأ نحط رشة ورشة كده يعني اول ما تختفي احط رشة تاني اللي زي هامل فيديو حاس ان هو طويل فيه تلات نقاط فوق يضغط عليهم السرعة هتزيد عشان تشوفوا الخطوات بتاعتي كاملة بس بسرعة اسرع انا محبتش تجري اي حاجة عشان ايه تشوفوا ان اعملت ايه بصوا خلاص كده هسيبها بقى تغلي غلوتين وبعد كده هنشوف مع بعض بس بتأكد ان حلبة دي بصوا هنا بقى ايه ابتدت ان هي تغلي كده وبتفور برضو بافضل اقلب بس هنا بقى تخلي بالك ان ان انت متطوليش عليها في السوا علشان متعقدش منك وتبقى عاملة حلاوة يعني هتقلب حاجة تانية خالص وتنشف وتحجر هي غلوتين كده وبتتشي عليها بس غلوتين علشان خاطر ايه يعني كله يتجنس مع بعض وكده وتتقل وبعد كده انت فيه ما تكتريش عن غلوتين علشان خاطر زي ما قلتلك ما تنشفش منك وتعقد وتبقى عاملة شبه الحلاوة كده اهو زي ما انتو شايفين كده ومع التقليب ما بشيلش ايدي من التقليب خالص بسم الله ها اهو انتو شايفينها دلوقتي خفيفة حواريكو بقى ان شاء الله بعد ما تدقل هتبقى عاملة ازاي مش مهم مش مهم خالص ان هي تبقى خفيفة في الوقت ده السخنة يلا بقى خلاص هتفي عليها دلوقتي بعد ما عدى شوية من الوقت يعني كانت لسه دفية برضو بصتو تقلت ازاي ولسه كمان سخنة يعني اللي هو لسه دفية بس انا حبيت انا اغرف معاكم لشان تبقى في طبق ولما يجي اصور يبقى ثبتت على الطبق هو كده يعني وهي طبقة وزاي على حبيبك الحاجات دي حاجات موسمية كده بنعملها كل سنة يعني فلو عندك جارة او حد من قريبك تديلو حيفرح جدا الحاجات دي كده بتعمل محبة زي الرسول عليه السلام ما قال لنا هادو تحبو بصوا اهو دلوقتي هي لسه بقول لكم سخنة بس انا اعملت الخطوة دي علشان بس التصوير ان انا احطها في طبق انت بقى عايز احطها في علبة والسباقة لغاية ما تبرد اوكي المهم ان انا اهو بصوا شكلها حلو ازاي وكمية السوداني دي حلوة جدا عايز اتقليلي عايز اتزاودي انت وراحتك بس الكمية اللي انا بحطها دي بتفضل لغاية اخر البرتمون وانا بسحب سوداني يعني معا بصوا بقى ده كده كنا تاني يوم بصوا ما شاء الله تقلت ازاي خلاص هو ده انا مش عايز اكتر من كده الله بصوا ما شاء الله حبيت اوريها لكم برضو تاني يوم علشان خاطر ما تقوليش ان الكمية تديه قليلة لأ خالص بصوا مش قادرة حتى والله اقلبها جمدت بقت حلوة يعني لو قطرتي عن كده بقى هتبقى ايه مش تعرف اتقلبيها اصلا بس كده دلوقتي ما هتجيب برتمون نجيف اهم حاجة ما يبقاش فيه ميا وحطي ان انا عبيها في البرتمون وتقفليها وتسيبيها كده بره عايز يتقعد معاكل لغاية ما تخلص مش هيحصل لها اي حاجة والسوداني هيفضل مقرمش لغاية اخر واحدة عمره ما هياتره ابدا من العسل علشان احنا ما دهينه تحميسة حلوة هم حاجة تشتريه السوداني من حد مطمون ما يكونش مخزز ما يكونش فيه اي حاجة مش حلوة انسب حاجة المحمصة وتقشريه ببيتك انت او لو حتجيه برده من القصر تكوني جايبه من حد مخصوص او حد نزيف وكمان فيه ناس بتحب تكسره انا ما بحبهش تكسره انا بحبه اخليه سليم كده انشي وزقك يعني وكده احلى صراحة اهو عبيته البرتمام بتاعي